ما إن انتهى الحلفاء الخصوم من معركتهم الأم حتى بدأت ملامح صراع جديد بالتشكل على أرضية هشة لواقع ما بعد تنظيم الدولة في العراق بدأ مراثون صراع آخر لكن هذه المرة استدارت البوصلة شرقا فهنا الولايات المتحدة تصرح علنا بأن الأوان قد حان لمواجهة أذرع إيران في المنطقة كما قال هيربرت مكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي قبل أيام ويقابله أيضا تفاخر إيران بانتزاع السيطرة على خمس دول من الولايات المتحدة كما جاء على لسان رحيم أزغدي عضو مجلس الثورة الثقافية في إيران وبين تصريحات نارية متبادلة واصطفاف محاور يتجاوز العراق إلى الجارة سوريا وربما ساحة أخرى بدأت التحركات على الأرض دبابات برامز فخر الصناعة الأمريكية التي سلمت إلى القوات الحكومية وجدت في حين غفلة وهي تعلوها رايات لفصائل تابعة لميليشيا الحجد كحزب الله مثلا وهو ما أثار حفيظة واشنطن فطالبت بها على عجل نشر موقع ديلي بيست البريطاني تقريرا قال فيه أن البنتاجون يضغط على حكومة العبادي لاسترداد تسع دبابات برامز من أيدي ميليشيا الحجدة كانت قد استحوذت عليها في العام 2015 مؤكدا أن الولايات المتحدة تعرفت بذلك بداية الشهر الجاري خاصة وأن هذه الدبابات استخدمت في عملية السيطرة على كاركوكا بيد أن مراقبين يرون أن طريقة المطالبة وتوقيتها يأتي لحفظ ماء وجه البيانات أو مطلقيها لا سيما مع تصاعد الحديث عن خطأ الولايات المتحدة الجسيم بتسليم العراق على طبق من ذهب إلى إيران وهذا جرم فوق جرم فكيف إذا صار الصراع واقعا على الأرض لا محالة فتستخدم لبرامز ضد الأمريكيين أنفسهم ويخرج السؤال الأهم كيف تقع أسلحة أمريكية بعيد ميليشيات تبعة لإيران وبين الاثنين ما صنع الحدادون جميعهم